الظاهرة البارزة في هذه الانتخابات بالإضافة إلى وجود شراء صوات هو كثرة المرشحين اللي قاموا بأداء خدمات للناس وغالب هؤلاء المرشحين هم من أعضاء المجلس السابق قاموا بأداء الخدمات حتى يعاد انتخابهم مرة ثانية لأن شعبيتهم متدنية جدا لذلك في وايد من الناس نسألهم بتصوت حق منه ويقول حق فلان ليش؟ والله خدمني فأبي أرض للجميل وهنا يكون السؤال هل يجوز التصويت لنائب لمجرد أنه أدى لي خدمة؟ فتكون الخدمة مقابل التصويت؟ جمهور الفقهاء يعتبرون المنفعة من أقسام المال فالمال يكون نقدا ويكون منفعة وبذلك فتصويتك للمرشح لأنه قام بخدمتك هو نوع من أنواع الرشوة وهذا كلام الدكتور خاد المذكور رئيس هيئة الكويت قبل يومين تقريبا يعتبر رشوة لأن وظيفة النائب ليست خدمة الناس وهذا كثير من الناس يجهلونه يقولك النائب وظيفته خدمة الناس غير صحيح الشيء هناك في الدولة أجهزة ووزارات ومؤسسات هدفها خدمة الناس هذه ليست وظيفة النواب ولا وظيفة الأفراد أما أعضاء مجلس الأمة فتنحصر وظيفتهم في أمرين تشريع القوانين والرقابة على أداء الحكومة وليس تقديم الخدمات وتخليص المعاملات وغالبا النواب اللي ينشطون في أداء المعاملات وتفتح لهم الأبواب هم من المقصرين في أداء هذين الواجبين بل إن الحكومة ما تفتح لهم أبواب المعاملات بهذه الطريقة إلا عشان النواب يغضون الطرف عن أداء واجبهم في الرقابة على الحكومة يجب أن نفهم ماذا يعني التصويت وضع الصح أمام اسم مرشح معين التصويت يعني أشهد بأن فلان هو كف للقيام بواجبه في الرقابة على أداء الحكومة وتشريع القوانين فلما تصوت لعشان معاملة أنت في الحقيقة تشهد شهادة الزور وبهذه الحالة تكون جمعت بين رذيلتين رذيلة الرشوة وشهادة الزور وهذه الوحدة فيهم مصيبة فكيف تنتين بعض الناس يقولون معاملاتنا تعطلت ومصالحنا تعطلت وما يمكن نخلصها إلا بهذه الطريقة عن طريق أعضاء مجلس الأمة فش نسوي اللي تسوي هو أن إذا أنت فعلا مستحق لهذه المعاملة ومصلحتك مستحقة روحك النائب خلي خلصها لك بس لا تصوت لها في الانتخابات قدم لك خدمة خلص لك معاملة أزدى إليتها معروف قل أجزاك الله خير وشكرة لكن متكافأة بأنك توليه على رقاب المسلمين في منصب الرقابة والتشريع لازم نفرق بين أنك تروح حق نائب يخلص لك المعاملة وأنت تستحقها وبين أنك تصوت لها مقابل هذه المعاملة فهذه هي الرشوة وشهادة الزور وإذا أنت كنت تستحق هذه المعاملة وهذه الخدمة فيجب أن تعلم بأن هذا حقك أخذت ما في منه من أحد عليك لا يكسر عينك النائب بهذه المعاملة اللي حصل في الكويت وللأسف الشديد أنه خلال العقود الماضية تم إفساد النظام الإداري بتعمد حتى تتعطى المصالح الناس حتى يكون مصير الناس معلق بيد أمثال هؤلاء نواب الخدمات وهؤلاء مصيرهم معلق بيد الحكومة اللي افتحت لهم الأبواب ذلك الناس لما تسقط نواب الخدمات في الانتخابات رغم أنهم خدموهم فإنهم يوصموا تلسالة احتجاج للحكومة أننا لا يمكن يكون مصيرنا معلق بأمثال هؤلاء وأن حقوق الناس ومصالحهم يجب أن تؤخذ مباشرة عن طريق المؤسسات وليس عن طريق هؤلاء الوسطاء أو أعضاء الخدمات أو ما يعرف بالمناديب الخلاصة ما يصير تصوت لمرشح لأن الدالك خدمة وهذا يعتبر شهادة زور ويعتبر رشوة أيضا تصويتك للنائب من أجل خدمة لا يعتبر رد جميل لأن أنت قاعد توليه على منصب هو لا يستحقه وهذا لا يدخل فيه رد الجميل فأنت الآن مثل القاضي أنه يحكم لمتهم لصالح متهم لمجرد أنه قام بخدمته هذه رشوة صريحة فلا تشعر بتأنيب الضمير إذا ما صوت حق نائب رغم أنه أدالك خدمة بل العكس يجب أن تشعر بتأنيب الضمير إذا صوت له شكرا بخدمة